اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي تاريخيا ادارته واداريه ورموزه رفعين شعار مهم جدا في علاقة الاهلي بجماهيره اه ممكن المسألة بتحتاج بعض الفترات لتعزيز هذا المفهوم لكن يبقى الامر مهما جدا في الغربال نعمل لك وليس منك ده شعار او هدف من الاهداف الادارية وواحد من رواسخ المفهوم الاداري في النادي الالة هو طبعا انا عايز اقول حاجة ودي قضية بقت واضحة حتى مش انا اللي بقولها يعني انا كنت خاف بيه من سنتين انا بحذر منها ان نبتدي نشتغل تحت ضغوط في الرأي العام اللي من حقه انا هنا وانا لما اقول مش عايز اشتغل تحت ضغوط السوشال ميديا او الرأي العام ده معناه ان انا اللي احترمهم ولي احترم قراءهم انما انا بقول ايه بقول ايه انت ببيتك استاذ براهي بيجي لك لحظة عندك هموم معينة عايز تاخد قرارات كبرة ممكن تقوم تكلم اولادك ومراتك الفترش اللي جاي اولاد هتجدوا بعض التحفظات بتاع بعض التغيرات عندي مشكلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ايه رأيكم هنتحملها مع بعض ولا كل واحد هيمسك في اللي هو عايزه ولا واحد لو انا اشتغلت وانا رب الاسرة تحت تأثير ان انا ما عنديش استراتيجي وانا انا عايز الاستراتيجي تيجي من اولادي اللي خبرتهم مؤكد هتبقى مجرد الحب والحرص والانتماء وكل حاجة لكن الحلول حرام اظلمهم ان اكد منهم الحلول واظلم اصرتي لكن استمع اليوم اه واستمع علايا اه بس دايما دايما القرار لازم يبقى عندي ده بالمفهوم ده الاندية والمؤسسات الكبرى ممكن تفتح موضوع للحوار الوطني عشان تستلهم بعض الافكار او تشوف رد حاجة في دماغي لو عملتها هتقبل وتقبل ازاي وحتفهم ولا تفهم ازاي ولا محتاج اشرح اشرحه وانا باخد القرار لكن القرار عند المسؤول لازم يبقى مدروس ما يبقاش جاي كرد فعل والحقيقة دي تمكن خلاص التجربة ادارية مهمة جدا لواحد من كوادر النادي الاهل الادارية الأستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس ادارة في القالة تحت السن ثم فوق السن لدورتين وبقت عنده خبرات كبيرة ومجلس الادارة اسند اليه العمل كمستشار لتطوير قطاع النشاط الرياضي كتب الأستاذ ابراهيم الكفراوي تويتر ربما تكون مهمة بعد مباراة كمان المنتخب بعد هزيمة المنتخب قال أنا كاتب البصل ده من اسبوع وترددت في نشرة وهو بالمناسبة عام ولا يخص طرفا أو جهة معينة وليس له علاقة بنتيجة مباراة اليوم لكنها ملاحظة عامة بيقول الرياضة لا تدار كرد فعل للسوشيال ميديا وإنما تدار بناء على خطط وأهداف مدروسة وموضوعة بأسلوب علمي من يقود ويدير يجب أن تكون عنده رؤية وطموح وإيمان بأهدافه وإصرار على تحقيقها ولا يجب أن يتأثر بالسوشيال ميديا ويعمل على إرضاء المتابعين فقط يجب أن يراجع عمله ويقيم أداءه للاستمرار نحو تحقيق هدفه وتصويب ما قد يحدث من أخطاء أما أراء السوشيال ميديا فيمكن أن تأخذ في الحسبان كنبض للرأي العام والتعامل معها بأسلوب علمي وليس لمجرد إرضائها والخضوع لها حتى تصبح هي المتحكمة في اتخاذ القرارة يعني هو أنا اللي قلت لك من شوية نعمل لك وليس منك تطابق في الأفكار لأنه الرأي ده كان مسؤول مسؤول سكرتير سباحة عدو مجلس إدارة مسؤول عن نشاط رياضي أمين صندوق قائم بأعمال المدير التنفيذي فمؤكد دعوضوا تحت السن مع مجلس كابتن صالح وفوق السن مع كابتن حسن سموا مع كابتن خطيب هو تعلم ده اللي شابه ده اللي بيأكد كلامي لما كنت بقول يا جماعة أيوة كابتن صالح كان مهتم جدا بالجمهور لكن في إطار نسعده لكن مش يسأله أعمل ليه ومعاملش إيه لأنك الجزء الجزء النهاردة النهاردة أزمة موسماني في أزمة تبدو على السطح لكن بالنسبة لإدارة النادي هي مفهوم يعني الدراسة التي تحدث والتحرك والإجراءات كلها إجراءات من واقع مسئولية مجلس الإدارة وحقه في متابعة أي مسئول والحوار معه وليس لمناقش كفاءته لأن كفاءته هو من ناحية الفنية خلاص أبرزها ووضحها فالرجل عنده كفاءة ولكن أما نيجي نتكلم بقى مش عايزين نهدأ مش عايزين مثلا نعمل كذا أنا ملاحظين أن العبء الإداري من يوم ما استقال فلان الفلان اللي كان مصرعا ما جبتش حد بدله وده بيشكل عبء كبير على مش معقولة العدد الكبير ده من اللعبة يمشي بالعدد الموجود ده من وجهت نظر في الإدارة من حقاته ناقش هذا الأمر وفي الآخر يتم الاتفاق لا يجبر على شيء فقد يبدو أن هذا أن هناك خلاف ولكن في حقيقة الأمر هو خلاف على دعم مش على سحب الثقة أين كانت النتيجة أنا مش في المطبخ أنا بحلل الموضوع طب هم المشكلة فين المشكلة أن نرجع تاني هو إحنا ليه بنتكلم كتير يعني ما ينفعش الحوار الدائر بين الإدارة والأجهزة هي الموجودة على السوشيال ميديا ويتم تدولها هنا المشكلة بتكبر لأن كل كلمة بتفسر آه ده بيضغط آه ده يقصو دي دي رسالة لا ما هي الدنيا مش كده وتيجي التنهار ده آخر كلام لمدام مسلماني بتقولك اللي بيستني إن إحنا مستقبل مسلماني حيناقش مسابتي لا مسلماني يعني أو عايزة تقول إنه من ناحيتنا إحنا مستمرين وسعداء وبتاع بس حيناقش وسائل الدعم في الفترة القادمة هذا حق أصيل للمجلس ما عودش أنا بقى أشوف طيب النهاردة الرأي العام شكله بقى عامل إزاي اللي كان في وقت ما ما أنتشاف منه غير الجزء المعارض لمسلماني النهاردة جزء المعارض لمسلماني ظهر يمكن بشكل كمان قوي جدا طيب هتاخد مين فيهم الجمهور مين فيهم اللي لازم تاخد برأيه ده اللي قضي عليها شباب لو 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 اشتغلنا بالطريقة دي هنوصل إلى دائرة عدم الاتفاق لكن لو لو الرأيين اللي هم عكس بعض دول اللي جايين من تحت من عند الجمهور فهموا إن دي وجهة نظرهم بس القرار والمسئولية والدراسة هتكون فوق اللي اتنين هيقبالوا القرار اللي يتاخدوا من مجلس الإدارة وهنا تصبح مصلحة النادي الأهلي لأن أنا مش عايز أمشي بالطريقة اللي الوسط الرياضي في الوقت اللي الناس كلها بتقول شوفوا الأهلي بيعمل إيه عملوا زي مش عايز أنا أقول إيه طمعهم زي الناس اللي هي بتاخد بتشتغل كرار الدفاع يا جماعة والله العظيم التلاتة مهما كبدنا هذا الأمر من مواقف شخصية بنقول لأن دي ضمائر وكلمة يجب أن تقالوا حنتحمل نتيجتها يعني مش هيجي وقت يقول لك طب أنت ما قلتش ليه مجلس الإدارة حيبحث وحياخد القرار وعلى فكرة هو أيضا حيتحمل المسئولية طبعا أظن من أبسط قواعد العادل وانت بتدي واحد مسئولية بتقلاله المناخ بتديه الحق في اتخاذ القرار مش تقول له أعمل المسئولية بطريقتي خدها أنت بقى اللي أنت مين ما أنتم منقصمين هأخذ رأيي فين مين فيكم صحية وده اللي أنا كنت طول عمر يقوله ليس سحبا في حق أي واحد أن يقول بتسقوله في إطار الإختراح مش في إطار أن اللي يعمل على أكس كده خائن ومتردد وضعيف ومعندوش رؤية ايه ده ايه التقييم الغريب ده هجي لك أكيد على علاقة القلب جمهوره من قبل كده لأنه كمان هي الفكرة يا جماعة جمهور المدرجات استعيد عنه بجمهور المنصات كان نبض الجمهور بيبان دايما من خلال المدرجات فيه جمهور اللي بيحضر التدريبات اللي بيحضر المباريات نبض الجمهور ونبض الرأي العام واصل لا بس يا جمهور المدرجات عمره مدخل في السياسات آآ النهاردة بقت منصات جمهور مش في الملاعب مش في المدرجات لكن عبر المنصات في السوشيال ميديا المختلفة هنا عشان نقول نقطة خلاصة المسألة حق الإدارة على الجمهور اللي المهندس عادل أشار إليها. أنا لما بتديني المناخ المناسب لازم انتسق في ثلاث حاجات. المسؤولين عن الكرة دلوقتي في النادي. كابتن خطيب مفوض من مجلس الإدارة. كابتن حسام غالب يساعده. شركة الأهلي لكرة القدم الأستاذ ياسين منصور والمهندس مصطفى فاهمي والكابتن علعب صادق والأستاذ عمر شهين. لجنة التقطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف. إذن انت عندك مجموعة عمل كبيرة جدا فيها ثلاث حاجات مهمين. أولا من حيث الحس الأهلاوي لكم أن تعلموا أنه التلاتة ممكن يكونوا مشجعين. يعني لو برى المناصب هتلاقيهم جمهور قوي. فالحس اللي موجود عندهم والحماسة اللي جواهم كأهلوية عالية جدا. دي مبدئيا. رقم اتنين خبرات إدارية متنوعة وعميقة جدا. رقم ثلاثة قدامهم معطيات القرار. اللي هم يعرفوه إحنا ما نعرفوهش. والتفاصيل اللي قدامهم في الموضوع كله مش متاحة للجمهور اللي بيأخذ رأيه. فلما يأخذوا قرارة باش مهندس يبقى نابع من دراسة كاملة. محدش حريص عن نجاح قد المسؤول. ترجمة نانسي قنقر